إنجاز جديد تحقيقه الإمارات بدخول عصر الطاقة النووية السلمية عبر تشغيل أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية على أرضها وهي محطة باركة بهذا تصبح الإمارات أولى دولة عربية والثالثة والثلاثين في العالم من حيث إنشاء محطات نووية لإنتاج الكهرباء على نحو آمن وصديق للبيئة وهذه المحطة هي الأولى من أربع محطات خططت الإمارات لإنشائها وهي تقع في منطقة الضفرة في أبوظبي وتعمل وفق أعلى معايير السلامة العالمية وتضم محطة باركة أربعة مفاعلات تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة في هذا السياق أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات أكثر من 250 عملية تفتيش لضمان التزام المحطة وموظفيها وعملياتها بأعلى معايير السلامة كما أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشاغلين النوويين أكثر من 40 عملية مراجعة وتقييم وستساهم محطة باركة في الجهود الإماراتية لتوفير الكهرباء على إنتاج نحو 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء وستكون الطاقة المنتجة من المحطات الأربع خالية من الانبعاثات الكربونية بما يحد من إطلاق 21 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويا أي ما يعادل خروج أكثر من 3 ملايين سيارة من طرق الدولة ويأتي بدء تشغيل محطة باركة ضمن خطة دولة الإمارات الطموحة لتنويع مصادر الطاقة وفي الوقت نفسه لمواجهة ظاهرة التغير المناخي اشتركوا في القناة